تعزز حمية داش التي أقرها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم تناول الموز والذي يعد مصدرا ممتازا للبوتاسيوم مما يساهم في الحفاظ على توازن الصوديوم في الجسم وهذا ما يجعل هذه الفاكهة فعالة في التخفيف من ضغط الدم المرتفع تعتبر حمية داش وحدة من الحميات الغذائية الموصى بها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تركز هذه الحمية على زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم وتقليل تناول الملح وزيادة استهلاك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والألبان قليلة الدسم واللحوم الخالية من الدهون الموز هو إحدى الفواكه التي يتم توصيتها بشدة في حمية داش نظرا لاحتوائه العالي على البوتاسيوم يعمل البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم في الجسم ويساعد على تنظيم ضغط الدم يعتبر الحفاظ على توازن صوديوم وبوتاسيوم صحيا مهما للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم حيث يعمل البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم الذي يزيد من ضغط الدم وفقا للعديد من الدراسات العلمية توصلت إلى أن تناول الموز بانتظام يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع واحدة من الدراسات التي أجريت في جامعة جونز هوبكنز أظهرت أن تناول حوالي 750 ملغ من البوتاسيوم يوميا وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أكواب من الموز يمكن أن يقلل من ضغط الدم بشكل ملحوظ بالإضافة إلى ذلك يحتوي الموز على العديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة مثل الألياف وفيتامين سي وفيتامين بي سيكت الألياف تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بينما فيتامين سي يعزز صحة الجهاز المناعي ويقلل من مستويات ضغط الدم أما فيتامين بي سيكس فهو يساعد في إنتاج الهيموغلوبين ويسهم في وظائف الجهاز العصبي لكن من المهم أن نلاحظ أن تناول الموز بمفرده لن يكون كافيا للسيطرة على ضغط الدم المرتفع يجب أن يكون تناول الموز جزءا من نمط غذائي صحي ومتوازن يشمل تناول الفواكه والخضروات الأخرى والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية وتقليل تناول الملح والأطعمة المعالجة بالإضافة إلى ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يستشيروا أطباءهم قبل تغيير نمط الحمية الغذائية أو تناول أي مكملات غذائية بما في ذلك البوتاسيوم قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تقييم دقيق لمستويات البوتاسيوم في الجسم قبل زيادة استهلاكه في الختام يعتبر الموز فاكهة مفيدة في حمية داش لتخفيف ضغط الدم المرتفع بسبب احتوائه العالي على البوتاسيوم ومع ذلك يجب مراعاة توازن الحمية الغذائية العامة والاستشارة الطبية قبل اتخاذ أي تغييرات في النظام الغذائي لضمان الحصول على فوائد صحية مثلى وتحقيق النتائج المرجوة اشتركوا في القناة